تزداد حدة الحرب بين ديميركن وأشزد إرميلر عندما يختطف ديشراً لطيف إما أنهم سيسلمون قاتل أبنه إليه أو سيدفن أزيمة ديميركن حفيد آخر بينما يحاول سراحات التأكد من عدم تعرض أي شخص للأذى يأتي عباس إلى بهرامة بمثل هذا العرض الذي يوقع عليه العدوين اللدودين هدنة لفترة من الوقت تقع الزمرد في معضلة رهيبة بسبب سر لديها الكشف عن هذا السر سوف يدمر سرحات لكن هذا أيضاً سر ليس من السهل الاحتفاظ به يدخل سوهنداً في مسار لا رجعة فيه خطوة بخطوة مع تأثير الألم الذي يعاني منه التفكير في أن صرحة وعائلته بأكملها قد تركوه وحده وقال أنه سيجعل صديق جديد لنفسه ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي لسوهنداً هو الآن الانتقام من كل من جعله يعاني ما لم يدرك الزمرد وسراحات هذا التحول فإن الخطر سيزداد تدريجياً إذا كان الزمرد يثق في الشخص الخطأ فسوف يتسبب ذلك في اتخاذ عائلة ديميركن مصار لا رجعة فيه من ناحية أخرى فإن حميد مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات وده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد أن ترى سوهنداً يظهر شخص غير متوقع أمامه إن اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة ديميركن مرة أخرى لم يتحسن مرة أخرى مما يخلق نتيجة لن يمكن عكسها أبداً بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئاً في قصري ديميركن وأشسغاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كبيرة سوهنداً أيضاً لا يختلف عن الزمرود المسافة التي يعيشون فيها مع حمية والمسافة بينهما تؤثر على سوهنداً بشكل لائق سوهنداً الذي لا يريد العودة إلى قصر ديميركن سيبدأ في الخلط بعد محادثة مع ضيف لم يتوقعه أبداً بدأت الخطوة الأولى التي اتخذها أزيميت وديسمبر معاً في التأثير على العلاقة بين صرحة وزفير مرمت بينما يعتقد صرحات أنه يجب عليهم التحرك بحذر أكبر تبدأ بعض مشاعر إيميرد في التغيير يقرر أزيميت التمسك بسرهات أكثر فأكثر مع ألم الشعور بالوحدة بشكل متزايد لهذا من الضروري إعادة صرحات إلى القصر وفصله عن زفير مرمت سيرهات والزمرد الحب اجتياز اختبار كبير مرة أخرى سوف تتحول المثابرة ورفقة البحر إلى خطر متزايد على صرحات وزفير مرمت في أي لحظة صرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحبائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهند تفتح فجوة بينه وبينها ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهند هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة ستكون هوية الشخص الذي أطلق النار عليه أكثر تدميرا على سرهات وإمرد المثابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألبن الضيف غير المعلن عن قصر أشزغ هو مرشح لتغيير جميع الأرصدة في القصر هذا الضيف يزعج السلام ليس فقط من أشز أشز ولكن أيضا من ديميركن لا يستطيع سوهند أن يقبل نفسه من قبل ابن حميد بينما يعاني سوهند من حزن هذا فهو غير مدرك أن أياما أسوأ تنتظره مليحة تقع في موقف خطير للغاية على الرغم من أنه يحاول إخفاء ذلك عن الجميع اكتشف إمرد وسرحات ما حدث لمليحة يجد سرحات عباس ويضحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من سرحات يلجأ إلى شخص خاطئ للغاية قرار إمرد وسرحات بالزواج يجعل أزيميت يتصرف دون التفكير في النهاية سرحات والمثابرة تأتي إلى نقطة الانهيار سرحة وإمرد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد أن يكونوا سعداء ومع ذلك فإن الخطة التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تصارعت أيضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفر مارمت سيتغير مصير ليس فقط سرحات ولكن القصر بأكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد إلى؟ طلق سرحة ودينيس لا يمكن أن يكون الزمرد غير مبال بحب سرحات بعد الآن سيرهات وزفر مارمت بعد كل الألم الذي يعانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من أجل أن يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطة خطيرة للغاية للفصل بينهما إلى الأبد عناد سوهندا يوصله إلى نقطة إنهاء علاقته مع حميد ومع ذلك فإن العقل الذي سيعطيه دينيس سيمكن سوهندا من النظر إلى علاقته بعين مختلفة وسيفتح له بابا جديدا عندما يدرك عباس أنه سيتعرض لغضب سرحات يجد العلاج في الهروب بينما يعتقد عباس أنه يحمي نفسه فهو لا يدرك أنه على وشك أن يفقد أكبر حليف له أزيمت شرك سرحات الغاضب لعباس على وشك تدمير إنكانية التواجد مع إميردو مرة أخرى لا يمكن أن يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن سرحات من العثور على الرقب نيازي؟ هل سيتمكن إميردو من إعادة سرحات من طريق لا عودة هذا؟ إميردو يبدأ العمل في ورشة جيهان يكتشف سرحات هذا الأمر في لحظة لم يتوقعها أبدا الزمردو غيور من جيهان ومع ذلك فإن إميردو مصممة على القيام بالمهمة التي تحبها وبينما يشتبه سرحات في وفاة عباس بسبب وفاة عائلته وعمه فإنه يلاحق الصندوق الأسود لعباس نيازي إرمث من أجل العثور على إجابات لشكوكه عندما أساء سوهندن فهم الخطوة التي اتخذها حميد تجاهه عاد إلى قصر ديميركم ومع ذلك فإن هذا الفصل لن يكون جيدا لأي منهما انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا إلى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات ترجمة نانسي قنقر